قابل من نبدأ المقطع يا حبايب قناة رتيل ودير رح احطلكم اياها بالوصف اتمنى من الكل يروح يشترك ادهى الصراحة القناة تقدم محتوى عائلي جدا لطيف فاتمنى منكم ان تصلوا عشر تالاف مشترك رحوا كلكم اشتركوا ويلا نكمل المقطع الخبر الاول اللي عدنا عن انجازات اليوتيوبر فاول اليوتيوبر واللي هو محمد اجواني ووصول حساب الانستجرام للمليون مشترك فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب وكده يا حبايب لا تنسون تبارك ولا بالكومنتات اما اليوتيوبر الثاني فهو باريش داد ووصول حساب الانستجرام لل700 الف متابع فالف الف مبروك ومباقي شيعة المليون ويضاي حبايب لا تنسون تبارك ولا بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن انس وبيسان وكشفهم الحقيقة العلاقة اللي بيناتهم فانس وبيسان نزلوا على حساباتهم بالانستجرام هذول الصور لقدامكم ولكن الغريب بالموضوع الكتابات اللي كانوا كاتبيها فانس كان كاتب صديقتي هل اخبرتك يوما ان الحياة دونك تنقصها حياة ونسي شي بيسان كانت بحط الصداقة حيان النصيب ويا محلى نصيبي هوبا هل ما قولي يردون وصلوا الرسالة انو العلاقة اللي ما بينهم مجرد صداقة مو اكثر كتبونا توقعاتكم بالكومنتات الخبر الثالث اللي عدنا عن احمد ابو الربو تهجم على بي تي اس ونور مار فاحمد نزل على حسابة بالانستجرام هذول الستوري اللي كان في ملابس البي تي اس وكاتب لي جوا اجتني هو دي بي تي اس احرقها فاكيد متابعين بي تي اس عصبوا من هذا الموضوع وصاروا يسبوه وبالستوري اللي بعده حطوا واحد من جمهور بي تي اس وشاندي يكتب لانه انو تليج تتنمر على البي تي اس فرد علي احمد ابو الربو ترى انا ما تنمرت على الكيبوب انا حلم يجيني حظن من جيمان واضح الصغرية بالرد ونفس الشي بالستوري اللي بعده لما واحد من المتابعين نور مار شاندي يقول لي انت ليش تتنمر على نور مار انو انت ليش تكره نور مار وانت تتنمر عليه علي احمد ابو الربو لا يا جماعة انا بالعكس بحب نور مار خصوصا بالاغنية اللي كانت جنب البت الشقرة فاكتبونا بالكومنتات يا حبايب هل تشوفون الرد مالتا او تشوفون الحشي مالتا مجرد سخرية مو اكثر ويريد يسوي مشاكل او مجرد مزح يعني الخبر الرابع اللي عدنا عن ماريانا وردها على محمد اجواني وياسو ريدر فماريانا نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كاتبة ردة فعل الفريق بعد ما شافوا اليوتيوبر يتكلموا عليهم وحاطة فيديو للفريق جاي يضحكون او جاي يتمسخرون يعني وكأنه ما مهتمين فطبعا هذا الشي واضح انه هي تقصد محمد اجواني وياسو ريدر لانهم بل يتكلموا عليهم باخر فترة فاكتبونا بالكومنتات يا حبايب شو رايكم بهذا الخبر وبس والله هنا وصلنا هات المقطع تبعنا المقطع جاوبكم لا تنسوه تحطون لك شاركو بالقناة كان يكون فيهد زين لا تنسوا من القناة البلوصف وبس مع السلام